احلى متابعين في الدنيا تعالوا بسرعة عمل لكم فرخمة شوية حلوة جدا بأسهل طريقة وأبسط طريقة أتمنى للفيديو أعجبكم وتشجعونا وادعمونا عشان إحنا بنتعب يلا بينا نخش على المكونات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد والقالي سيدنا محمد والأصحابي سيدنا محمد وارجعت لكم النهاردة بفيديو جديد حلو جدا جبت فرختين شوية وغسلتهم كويس جدا بملح وخل ودقيق ولمون وعملت فتحات كده بالسكينة أنا كنت بوريكم الفتحات عملت فتحات كده بالسكينة في الورك وفي الصدر وفي الجناح ما سبتش حتة في الفرخة إلا ما فتحتها بالسكينة وأقول لكم دلوقتي التدبيل إيديو أنا شغالة دلوقتي بتدبيلها حاطت في الكبة بصلتين كبار وطمط ميتين كبار ومعلقة رحان ومعلقة زعتر وفلفل أسود وحبهان بوهرات فراخ وشوية كوركم أو شوية كاري تمام ولمونة وعصرت لمونة وشوية خل عشان الزفارة والتسوية اللمون والخل عشان الزفارة والتسوية بيخلوا الفراخ بتبقى طرية تمام بتبقاش نشف وهنتبقلها كويس جدا زي ما انتوا شايفين وهنسيبها في التدبيل دي أقل حاجة ساعتين تسيبوها أو تبايتوها في التلاجة ليلة كاملة تمام وهدي نبقى تدبيلها معيكه بالطريقة دي كده وهسيبها في التدبيلة كده متسابة كده في التدبيلة ساعتين تلاتة أو بايتها في التدبيلة زي ما أنا عايزة براحتي حسب الوقت بتاعي تمام وديني بحشي شايفين بحشي الصدر الفرخة هو بالتدبيلة وعمل لها مساش كده من بره ومن جوه بصوا بتدبيلها ازاي بدخل التدبيلة تحت الجلد وجوه اللحم وده بيفرق في التسوية وفي الطعم جربوا الطريقة دي هتعجبكو حلوة جدا وهنروح دلوقتي نسخن الشوايا ونشوي طبعا هو أعد عليها ساعتين اي الشوايا هي سخنة جدا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده سخنة مولعة دي شوايا كهرباء ممكن تجيبوا شوايا فاحم لو عندكو هنحط الفرخة كده زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي كده على وشها وبعد عشر دقايق نقلبها هنرجع لكو بعد عشر دقايق نقلبها مع بعض انتظروني هنسيبها بقى كده في الشوايا عشر دقايق على الساعة تمام هنرجع لكو بعد عشر دقايق اوريكو شكلها بقى عامل ازاي تمام هنسيبها بقى ونرجع لكو وكده رجعت لكو دلوقتي بعد ما عد عليها عشر دقايق انا نقلبها اهو معاكو على الوش التاني تمام هي سخنة جدا مش عارفة نسيكها اهو قلبتها اهو زي ما انتوا شايفين بصوا منظرها حلو جدا ازاي هسيبها على الوش التاني برضو كده عشر دقايق تمام واخلص دي تستوي واحط الفرخة التاني عشان ما فيش مكان لي انا كده مقربة الكاميرا وبورها لكو بصوا منظرها حلوة اوز ازاي حلوة جدا جربوا الطريقة دي هتعجبكم انا هسيب دي عشر دقايق وبعدين احط الفرخة التانية تستوي وارجع لكو ان شاء الله في الشكل النهائي عشان ما طولش بس عليكم الفيديو تمام انا وردتكو دي بتتشوي ازاي والتانية هشويها بنفس الطريقة ممكن تعملوا معا مقارونا رز برحبكو بس انا هقدمها مع صالة خضرة وعيش بلدي ولا عايزة رز ولا عايزة مقارونا ودي الفرخة التانية ايه بعد ما شاوتها وبوريها الكوي برضو على الطبيعة عشان مطبق بتاعي تعليم على الطبيعة وانتظرون ان شاء الله في الشكل النهائي اغرف وارجع لكم وكده رجعت لكم بعد ما غرفت الفراخ وحطتها في طبق التقديم وابا انظرها تحفة زي ما انتوا شايفين كده بالدوب دوب يا جماعة واستودت وبقت حلوة جدا وعملت صالة خضرة وعيش بلدي واتمنى للفيديو يعجبكو وتشجعوني وتدعموني وتعملوا الاشتراك في القناة ولايك وشير تبعد اذنوكو لو سمحتو عشان القناة بتاعتي مش هتكبر الا بيكو واتمنى الفيديو يعجبكو وعملناها باسهل طريقة وابسط طريقة بصو انا بوريكو التسوية بصو مش